بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقى قولي الله مامين أهلا بحضراتكم في منعك حياة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون انبارح كان عمل إرهابي خسيس في سيناء وده طبعا مش أول مرة ربنا رب يرحم هؤلاء الشهداء ونحسبهم جميعا بإذن الله في الجنة قبل كده أيضا في بير العبد في سيناء كان حادث مسجد الروضة وده معناها أن الإرهاب ما بيفرقش لا إسلام ولا أي شيء تاني هو كل تركيزهم زعزعت أمن واستقرار مصر لكن دايما زي ما المولى تبارك وتعالى بيقول ادخلوا مصر إن شاء الله أمين فبإذن الله ربنا دايما يكون حافظ البلد دي حلقة اللي فاتت لما قلت اللي أنا بكون سعيد جدا لما بقول اللي أنا عاشت في سيناء عشرين سنة عشان الأرض دي عشان أرض سيناء بالفعل أرض طهرة أرض مقدسة أرض ارتوت بدم هؤلاء الشهداء اللي كل يوم أحيانا بنسمع يعني استشهاد شهيد سواء في سيناء أو في أي مكان تاني لكن بإذن الله بإذن الله دايما مصر واقفة بإذن الله ضد هؤلاء الإرهابيين